تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالوادي من توقيف خمسة أشخاص متورطين في تزوير وترويج أوراق نقدية من فئة مئة دولار أمريكي وحجز مركبة تستعمل في عملية تنقلتهم ميكروفون عبدالعلي رحمة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من توقيف شبكة إجرامية يقومون بترويج أوراق نقدية من العملة الصعبة من فئة مئة دولار بسدد استبدالها وبيعها في السوق السوداء تفاصيل العملية جاءت استغلال معلومات عن تداول أوراق نقدية من العملة الأجنبية مزورة من فئة مئة دولار وبعد تفتيش عثر على 33 ورقة نقدية كانت مخبأة بإحكام بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمل جهات القضائية المختصة